خلينا نبتدي في الأول لأنه معلومة الجديدة علي أنا شخصيا حقن الدهون حقن الدهون في الواجهة والشفايف الكلام ده صح؟ طب أقول لحضرتك يعني إحنا يمكن استكمالا لسلسلة نحت القوام إحنا كلمنا قلنا نحت القوام مش بس بيشمل شفط دهون سوري زي الناس متخيلة لأ دهو يشمل شفط دهون وشد الترهولات وحقن الدهون والتكبير الله ده إزاي يعني إيه الكلام ده ما إحنا قلنا قبل كده منفعش أعمل مثلا شد الترهولات بطن والمريضة عندها ترهول في السدين طبعا وبأسمي عملت نحت قوام لا على فكرة نحت قوام دايما بقول إنها لوحة متكاملة بيستخدم فيها كل الأدوات بتاعتي اللي هي عبارة عن إيه الأدوات اللي هي عبارة عن شفط دهون وشد الترهولات وحقن الدهون وتكبير لو إحنا هنخصص الحلقة نقول مثلا حقن الدهون وتكبير إحنا دايما بتيجي المريضة تقول لك لا يا دكتور أنا عايزة أكبر صدري شوية طيب إزاي مدام حضرتك أو إزاي أنسة لأن فيه أنسات كتير جدا على فكرة بقت تعمل الموضوع ده كتير من دول إزاي عايزة أحقن دهون طب وزنك مثلا ما فيهوش دهون وكلمنا عن الموضوع ده طب لا لقلنا دهون مثلا في منطقة البطن والفخدين في الحالة دي ممكن نعمل لها حقن دهون إن أنا بعمل إيه عبارة عن إيه حقن الدهون دي إن أنا عبارة عن أعمل شفت عادي خالص بفتح الفتحة الزغيرة بتاعتي اللي هي لا تتعدى نص سنتي وبرجع أخذ الدهون وأعيد يعني إيه معايرتها زي ما احنا بنقوله أو نقيها إن أنا بأخذ الدهون وصفيها خالص من المحليل ومن الدم وبتبقى دهون صفيها برجع حقنها تاني في الأماكن اللي أنا محتاج حقنها اللي هي منطقة زي ما احنا قلنا منطقة السادي رقم واحد منطقة الهنش أو المنطقة الماخرة يعني أنا ممكن أكبر السادي بحقن دهون ممكن طبعا ممكن طبعا ولكن في حدود معينة اللي هي إيه إن مثلا مش محتاج أن أكبره قوي يعني أنا يا دكتور عايز أكبر السادي بس مش كتير قوي لأنه لو محتاج حجم كبير في الحالة دي السيليكون بيدي نتائج أفضل أوكي رقم اتنين إنه يبقى فيه دهون عندك في الجسم أنا مش طالب أكتر من كده لأنه فيه مرضى كتير جدا بيبقى وزنهم قليل يعني 54 كيلو مريضة جات لي أنيسة عايزة تعمل حقن دهون في السادي فصعب جدا ما عندهاش دهون إنها حتى لو أنا خدت دهون اللي عندها وحقنتها في السادي مش يزهر فرق أوكي يعني لازم يكون عندي دهون كافية كافية أننا عمل بيها الحقن خصوصا كمان لو الحقن في المؤخرة يعني بالزبط كده في مانطقة الهنش أو المؤخرة محتاجة بتبقى كمية كبيرة طبعا عشان كده ساعات بنلجأ للسيليكون طب إيه الفرق ما بين السيليكون وحقن الدهون إحنا ذكرنا قبل كده قلنا السيليكون ما لوش أي علاقة بالأمراض لأنه في الناس كتير قوي تقولك لا لا أنا بركب سيليكون وخايفة يا دكتور أحسن نزود الإصابة بالسرطان والكلام ده على فكرة ما لوش أي علاقة عشان الكلام ده كان منتشر زماني دكتور كان زمان حقن كان زمان حقن سيليكون دلوقتي إحنا زي ما إحنا شوفنا في الصورة إن السيليكون عبارة عن حاجة باكد باكد يعني مضغوطة أو معلبة أوكي ما هوش حاجة سيلة أوكي ودائما وأنا قاصد إننا نقطعها بالشكل ده بحيث إنها تظهر إنها بتقطع ومش بتصرب حاجة ما فيش حاجة ومش بتفرقع زي ما ناس تقولك أصلا ممكن يفرقع طب ممكن يتغير من مكانه أو ممكن لا طبعا مع ضغط الهوى لا مفيش كلم ده على فكرة ضغط العالي النرفاز بالضبط كده ما فيش كلم ده خالص سمعنا التقليع كتير يعني لا طبعا السيليكون حاجة باكد كده معلبة صولد لما احنا بنقول حاجة صلبة ما هوش حاجة مثلا مجوافة أو نواسي لحقنه وممكن يتغير مكانه أو ممكن يفرقع وكلام ده رقم اتنين السيليكون بيديني شكل أفضل بكتير من حقن الدهون لأنه بياخد شكل السدي الطبيعي أوكي رقم تلاتة بيديني الحجم اللي أنا عايزه يعني عايزة أعمل مثلا تكبير سدي بـ 600 ملي عن ناحيتين 600 هنا و600 هنا يعني 1200 ملي صعب جدا أنهم يجوا بحقن الدهون